السلام عليكم ازايك هولاد معانا النهاردة اخر مهضرة في ال data structures بازن الله وهي الهاشتابلز. الهاشتابلز موضوع جميل موضوع مهم موضوع يعني موضوع اصلا نزل متأخر نزل بعد البروجيكتير من بعد نزلت بس يعني معظمكو شغال به يعني ما هيحتاج يشتغل به لو كنا لسه ماشتغلش به يعني. تمام? فيا الله كنا نشوف ايه هي الهاشتابلز. تمام? بيقول لك ايه يا سي دي? احنا خدنا حاجة اسمها الماب. الماب دي بيسموه في لغات تانية ازاي البيتون مسلا حاجة اس او السي شرط باسمه او بيسموه او بيسموه او ده ده منستعمله في حاجة اسمها اللي هو لو انا عايز بسرعة جدا واستعمل بسرعة جدا. فالماب ده ايه فكرته? الماب ده او بيعمل ايه? بيخزن لك ال data بصورة يعني انا عارفين ان ال الري بيخزن لك ال data بصورة حاجات وراء بعض. تمام? بيعرفها من اين? بيعرفها بالاندكس زير واحد اتنين تلاتة تمام? تلاتة اربعة خمسة. فهو انا عشان اجيب اي ايتم بديله الاندكس مسلا بقول له ار اوف مسلا تلاتة فهو اروح رايح جايب لي الخانة اللي في ايه اللي فقريه تلاتة ويرجعها ايه. تمام? كده. انما ده بقى لا ده بيخزن لي الحاجة عبارة عن كي بيعمل لي كده بيقسموه نصين. النص اللي فوق ده بنسميه كي. ونص اللي تحت ده بنسميه تمام? وكده. تمام? من غير بقى ايه? من غير بقى اندي سيز من غير حاجة خلص تمام? انا بديله كي بقول له مسلا في نفطة النور دكشنري فبديله مسلا انديكت اوف اه كي معين. يروح رايح يشايف الكيته فين مسلا يطلع هنا يروح جايب لي بتاعته ومرجعه بالمنظر ده. تمام? اه في كمان شرط ان ما ينفعش يبقى فيه تمام? ان ان الماب او بيخزن ايه اه اه يونيك كيز فقط. يعني مسلا فالنفطة ده مسلا ان احنا زي ما شوفنا في المسالة بتاع الفات مسلا بتاع المحضرة الفاتة. فلما كنا نشرح المابس ان مسلا ان المابس ده بتخزن اسم الشخص ووظفته. فمسلا هنا عندي احمد. احمد مسلا انجنير. عندنا مسلا لسالمة عندنا مسلا كالدكتور عندنا مسلا اياد. اياد مسلا ايان كان اي لوبر. مينفعش مسلا ادخر حد دو وادخل حد دفل اسمه محمد. مينفعش ادخل لمدة واحد دا اسمه سالمة واختزا. مش هيدخل. اعرفت بكل مساتها يعمل هي? هايجي مسلا عند احمد مسلا ادي نسمة احمد مسل مشلا شغال لعب كوره مثلا. هير wavelو stolen بك احمد و يشيل لك انجنير يحط اي كبير? يغيرها تمام? يعني ما بياخدش. هي دي الفكرة فيه. تمام? فبيقول لك الكي ده هو لكل اوبجيك. اه طبعا انا اللي بدخله بقول لك الكي بيحط لي الحاجة دي في خانة معينة. مثلا ايات لما جه دخلت له كي ايات هو تلقائي حسب لي المكان بتاع النوع هنا. لما بدخله مسلا كي مسلا عالي هو هيحسب لي عالي يحطه لي هنا. تمام? طب ما دول فضيين لأ هم الفضيين عشان دول على حسب حزبته ومش مكان هم انهم ما يحط فيهم عليه. ورط فيهم عاجات تانية. تمام? فالكي ده هو اللي بيحدد لي الادرس بتاع الوبجيك بتاعه في وسط الايه الاسوشيتي باري بتاعي. تمام? ما هنشوف الكلام ده بيحصل ازاي. بس يعني دي فكرة الايه عموما. او الماب او الاسوشيتي باري. تمام? هي حاجة بتشيل كي زي ما قلنا بتشيل يونيك كيز فقط. آآ قلنا برضه متحطهمش بالترتيب بتحطهم عن طريق النية بتحسب لهم مكان عن طريق الكي. تمام? الكي ده يونيك ايدنتفير فحنا قلنا يونيك ايدنتفير. طبعا يعني يعني نسي حولك وهو كده حاجة على جنب. هي حاجة يعني مش تابعة المتن. بس هي على جنب كده ان دلوقتي بقى فيه مابس او ممكن تشيل دوبليكت كيز. تمام? يعني ازل نوري تهلكم الفيديو اللي فات فيديو من الاس تيالز تقل تري. كنا متكلم ان انا عندي حاجة اسمها الماب. الماب دي كات هي الماب دي اللي بتشيل كي فاليو بير ويونيك وكل حاجة. بس برضه شوفنا حاجة اسمها الملتي ماب. الملتي ماب بتسمح بالدوبليكت كيز. تمام? بس يعني عموما عموما في الاجمال. المابس بتشيل يونيك كيز فقط. يونيك ايدنتفير فقط. تمام? نحن نشوف كده. فبيقول لك المابس بروفايد ان الترنتف ابروش تو سيرشنج. احنا عارفين السيرشنج. انا معايي الرية زي الرية الجميل اللي فوق ده. انا اريد سيرش عليها على خانة معينة مسلا. او على حاجة معينة مسلا انا وصلنا عندنا ايه? بي بي سي دي اي اف وهكذا. لو انا اريد سيرش على حرف مسلا ال دي. فانا اعمل ايه حاجة هنا اقول له هل انت دي? لأ. انت دي. لأ. انت دي. لأ. انت دي. او. انا عملت ده بنسمي ايه? لينير سيرش. شوفناها بليكت. تمام? في اوبشن تاني لو كاتل دي مرتبة وهي فعلا مرتبة اني احنا استعمل البيانيري سيرش. فيقول لك فيه طريقة تلتة بالسيرش اللي يعني احنا نستعمل الايه? المابس عشان نجيب ايه? نسيرش على الايتم زي احنا عايزة. تمام? تمام. اه طبعا المابس شوفنا ان ليها اكتر من فونكشن شوفناهم كلهم في فيديو لازل زي اللي فات. اه ده حاجة اسمها سايز. تمام? اه الحاجات اللي مكتوبة هنا دي بنسميها دي ادي تي. ادي تي ليه ابستراكت داتا طيب. يعني دي ادي تي ابستراكت. تمام? يقول لك ان الماب انه فرض تعمل الحاجات دي بغض نظر عن اسمها. يعني فرض بس ان انا لما اديها كزا ترجع لي كزا. تمام? فمسلا عندنا اه بيرجع لي عندي كم عندي از امتي بشوف ريها الفاضية او لا لا. ده اللي هو زي بيجيب لي الايتم ده بديله كي بيريترن الايتم. بدي له ايتم بدي له ايتم بدي له كي وفاليو يعملوه من سيرت. اه ريموف انه بيشيل لي ايتم معين من الالجراف. طبعا احنا شوفنا كل الكلام ده لما شوفنا الماب ان السايز كان اسمها اذا انا مش غلطان. امتي كانت موجودة. تمام? كان عندنا جيت كنا بنستعملها لأقواص المربع. ان انا لما ادي له كي من بين الأقواص المربع دي بيجيبولي او كنا بنشوف اسمها ات. كنت اقول له ات و ادي له الكي بتاعي. فيجيب لي برضو الايه الالو الموجودة في الكي ده. كان اسمها انسرت. ريموف كان اسمها ايه از انا مش غلطة. تمام? بتقول لك ازاي ايمبيلينت الكلام ده. ممكن ايمبليمنت الكلام ده بلينكت لست. لينكت لست. اللينكت لست نعمل بتاعته النود. احنا نbitه النود ايه. تمام? النود بتاعتي? النود بتاعتي زمان كات بتشيل ايه? كات بتشيل داتا. كات بتشيل داتا وبوينتر اسمه نيكست. تمام? هو قال لك عشان نحسن في الشكل ده هنعمل حاجتين ان اولا ما بقتش داتا بس بقى عندي داتا وبقى عندي key key وداتا او key و value تمام فبقى عندي حاجتين اهو تاني حاجة ان انا ما بقاش عندي next بس احنا هنعمل لها implementation بدبلي لينكيد لست الدبلي لينكيد لست لو تفتكروا في فيديو لينكيد لست هي كتبت لينكيد لست بتروح قدام عندها بوينتر next وعندها كمان بوينتر ايه previous الول باقي فاحنا عملنا next هنعمل كمان بوينتر اسمه previous عشان نخليها اا دبلي لينكيد لست تمام؟ طب تعال نحسب سرعة هذه الأوبريشنز دي. احنا عارفين اصلا هنا عندنا كم أوبريشن. عندنا تلاتة. عندنا انسرت وديليت. وعندنا اي سيرش. احنا عارفين ان السيرشنج في اللينكت لست بايه؟ بوف ان. تمام? ومعروف ان اللينكت لست في العادي. السيرش بتاعه اوف ان. لكن الانسرت والديليت اوف وان. هادي الانسرت والديليت اوف وان بعض منكم ممكن يكون متلخبة لان في زراسة عن فكرة العفصلة. مثلا انا بعود دلاع في لفة كل شيء في النصة هنا. بعود دلاعي الاتيل فعوقين انسرت صح? او. بس ده لما اريد انسرت في النصش. لكن مسلا في الهد وفي تيل او اسслед او بالتيل وفي الهد يعني ده هو ده اصدنا لما نقول ان الانسارشن في الهد او في التيل. تمام? على عكس الاري ا filters انا اريز انسرتي في الهد مسلا في الاول خالص. ده لازم اشفت كل الايتم. تمام? فنرجع ل موضوعنا. ده في اللينك دلست العادية ببو اوف ون. لكن في الماب. انا الوقت بحاول امبليمنت ماب. الماب بتشيل يونيك فاليوز. فانا قبل ما انسرت اي حاجة لازم اتأكد ان انا اني مش عندي اصلا. تمام? فانا لازم اعمل الاول سيرش اللي هو اوف ان. تمام? اوف ان. بعدين اعمل انسرت ليه اوف ون. فيبال ناتج كام اوف ان. تمام? طيب لما اجي اعمل لازم برضو اتأكد ان الحاجة اللي بعملها دليت دي موجودة عندي. ما عمليش دليت لايه هاي كده. فبرضو هعمل سيرش اللي هو اوف ان. بعدين اعمل دليت اللي هو اوف ون. فيبال ناتج ايه اوف ان. فبالتالي كل العمليات بقت اوف ان. فده سيء جدا. اهو. تمام ان انا اجيب ايتم ده اللي هو اسيرش على ايتم يعني. ان انا انسرت ان انا دليت كل ده هاي بوفن. تمام? طيب ان لك ممكن اعملها بالباينر سيرش تري. باينر سيرش تري لو كانت كويسة وكانت بلانس وماية لذلك كل عملات هتبقى لوج ان. ودي اصلا من مميزات الباينر سيرش تري. ان كل العملات عليها لوج ان. او الانسرت او دليت او السيرش. لان انا. يعني ابسط عملية اللي هي السيرش مسلا انا بس هبدأ من هنا. هشوف الحاجة اللي عندي اكبر ولا اصغر. لو اكبر. هنزل هنا. انا بالتالي كده لغيت نصف الشجرة. ف. يعني. في العملية السيرش اللي انا كل مرة بقطع نصف القرية زي او زي استعمال التري او او او. ده يبقى لوج ان. تمام? فبالتالي اه زي ما شوفنا هنا مسلا كان السيرش اوف ان. فكل عملات بيت اوف ان. هنا السيرش لوج ان. فكل عملات هتبقى لوج ان. كويس. بس ممكن نحسنه عن كده. ان انا نستعمل ايه? ان احنا نعمل اه نستعملها يعني سوري. يخلي لنا كل عمليات بتحصل في. ايه هي الحاجة اللي ممكن تخلينا نعملها في الهاش تيبلز. ايه هو الهاش تيبلز? الهاش تيبلز هي حاجة زي فكرة او الماب. تمام? او نفس الفكرة. تمام? بتعمل ايه? بتديها كي برضو. بيبقى متكونة من كي وفاليو. بس الفكرة ان الايه ان انا لما بديك كي. الكي ده. يعني ابيديك كي اهو. تمام? الكي ده بيخش على حاجة بنسميها هاش فونكشن. تمام? ويطلع لك في الايه? في الدكشن اللي ده. تمام? او في القريب بتاعنا. تمام? عشان كده سميناه هاش تيبل. النوع بيهاش الكي. وعدنا نحطها في التيبل. وصلت? وصلت. نشوف كده. بيقول لك اهو. اه سوري. يعني ايه هاشنج? هاشنج اللي هو العملية دي. ان انا ادي لك الكي فتعمل تدحك تحطه في الفونكشن. وطلع لكوزيشن ده بنسميه هاشنج. تمام? اه الهاشنج ده انتم ممكن تكونوا اسميتوه مثلا في حاجة التانية. زي مسلا انا اديك مثلا اه باسورد مثلا. لو انتم مطرفوش هنا. مثلا الباسور بتاعتك في الفيسبوك مثلا. مش متسايفة اسبلين تكس. مثلا لو انت الباسور بتاعتك بيسميها مثلا اه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. فهي مش متسايفة بالمنظر ده. فالداتا بيزيشنج فيسبوك. لا معمول عليها هاشنج الاول. فمعمول عليها هاشنج مسلا يطلع لك اه تمانية سي اف دي خمسة اربعة ثلاثة مسلا. فبالتالي حتى لو الفيسبوك بتاعك تخكر او حد قدر يوصل لداتا بيزيشنج بتاعت الفيسبوك مش هيقدر تطلع منها اه سوري مش هيقدر تطلع منها اه باسورد. فالعملية دي برضو انه يحول الباسورد بتاعتك للقيمة دي. دي بنسميها هاشنج برضو. فالهاشنج انه هو دخلك حاجة تعمل اي عملية وترجع لي حاجة تانية. تمام? بس طبعا الهاشنج ده له شوية قواعد كده ولو شوية اه حاجات يعني هنشوفها قدام. بس يعني مش اي حاجة وسلم مش اي فونكشن وسلم نسميها اسمها هاشنج. تمام? فبيقول لك اهو بنسمي ايه هاشنج. بيقول لك الهاشنج is a technique used for performing insertion with deletion with fines in constant average time. اللي هو او او وان. وحنشوف ازاي? تمام? بيقول لك ال اي دي الهاش تابل لان انا عشنعمل الهاش تابل كويس بيبقى عبارة عن الري. تمام? of some fixed size. بيبقى الري يعني حاجمه معين. تمام? دي هو في ال ايتمس. تمام? طب يعني طب ما ده الري عادي. الري احنا رفين مسلا نسرش في اوف اين ازاي? خلينيها اوف اون. خلينها اوف اون باستخدام الايه? الهاشنج. تمام? اهو. فبيقول ان الهاش فونكشن دي باختصار. على اختلاف الانبوت بتطلع لك اوطوط مختلف. تمام? وهنشوف كده. بيقول لك ايه? بيقول لك ايه? بيقول لك انت عندك table of size t. انا عندك ري. الحجم بتاعه تي ادي ري هوا. الحجم بتاعه كام من من زيرو واحد اثنين لحد تي. ماينس وان. اللي هو حجمه تي يعني size t. يعني او عملنا كده. اهو. size equal تي. تمام? بيقول لك كل كي هيتحط في خانة من الخانات. من اول الزيرو لحد تي. ماينس وان. فالعملية دي فبيقول لك العملية المابين دي منسميها ايه? هاش فونكشن. بتعملها يعني هاش فونكشن او بنسميها هاشنج. بيقول لك ايه فونكشن بتاخد things from one space. يعني بتاخد مسلا الكي بتاعك اللي هو مسلا string او اي ان كان. واتطلع لايه? منه اندكس. يعني مسلا اه فاكرين مسلا ما كنا بنتكلم عن ايه? عن التيبل ده الهاش تيبل ده. اللي هو كان عندي احمد وسلمة واياد وكده دي كانت الكيز بتاعتي. دي سترينجات هو ازاي حولها الخانات في الاري. حولها عن طريق الهاشنج. ان هو اخد السترينج. اططعه مسلا الحروف عملية معينة. وايه? وطلع لي منه خانة معينة. وعنشوف الكلام ده قديم. تمام? نكمل كنا كنا فين اهو. سيقول لك مسلا اهو ده شكل الايه الهاش تيبل. الهاش تيبل الاري. تمام? بس لاحظ ان ده الاري كي عبارة عن سترينج. تمام? فنفترض انه مسلا عبارة عن الايه النام. والسالاري مسلا. والسالاري تمام? اه سترينج وانت. تمام? فده بير يعني جمع لي قمتين سواء. اللي هو سترينج وانت اللي هو النام والسالاري. تمام? فهو عمل بير. هل هو عمل بير واحد? لا ده عمل فيكتور. of pairs. list of pairs. فبايت بالمنظر ده. اوكي? فطب هو بيعرف منين مكان كل واحد. لو تلاحظ انه حطت احمد هنا. حطت امل هنا وحسين هنا. وفيه اماكن فاضية في النص. اعمالهم ازاي? انه بياخد الكي. بيحطه في الهاش فونكشن. تطلع له مثلا ان اه احمد يمابل رقم اثنين. طب املت مابل رقم اربعة حسين لرقم خمسة او هكذا. تمام? فيحطها هنا يحط فيها ايه الفاليو هنا. بس كده بكل سهول. تمام? طيب ده تطبيقاته ايه? ده تطبيقاته حاجة زي simple tables in compilers. simple tables in compilers ازاي? يعني انت لما تيجي تكتب اه كود. تيجي تكتب كود. فانا افترض مثلا انا كتبت فونكشن. فوق مثلا كتبته مثلا قلت له فونكشن مثلا. كده بتعمل شوية كود. وتيجي تحت تعمل مثلا فونكشن. وتيجي تحت تناديع في مكان تاني. هو ازاي بيعرف ان فونكشن دي هي دي. ودي هي دي برضه. بيعرفها منين? انه بيبع عنده lookup table كده. تمام? كاتب فيه ان انا عندي حاجة اسمها فونكشن. فونكشن دي بتعمل كزا وكزا وكزا. فبالتالي كل ما تنادي فونكشن يروح يبص في الهاش تابل وبينها اوفوان فبيجيبها بسرعة. وايه? وبيرجع لك بايه? بالتنفيذ بتاعها. تمام? الراوتنج تابلز? الراوتنج تابلز دي حاجة في الراوترز اللي هو مسلا. انا مش عارفين انتو عارفين الراوتنج كويس ولا لا? بس مسلا تعالي نقول ان انا عندي data. انا كأياد مسلا اقعد على الكمبيوتر بتاعه بس اجي الفيديو اعايز ارفعه. ارفعه ده يعني ارفعه ان ارفعه من الكمبيوتر بتاعي اعودتي على سيرفر اليوتيوب. فهو بيطلع ازاي من على الكمبيوتر عندي يروح لسيرفر اليوتيوب. انه مسلا ما عندي مجموعة سيرفر زكده اللي هو ده الراوتر بتاعي ايها ده. تمام? وده راوتر تاني وده راوتر تاني وده راوتر تاني لحد ما نوصل سيرفر اليوتيوب. تمام? هو ازاي بيعرف سكته وسط كل الراوترات دي لحد ما وصل اليوتيوب? ان هو بيعمل على ما اسمه راوتنج. تمام? فهو الراوتنج دي نحو بيشوف اقصر طريق ما بينه لحد المكان اللي انا عايزه عشان ايه يوصل له. طبعا الراوتنج ده بتحسب بالجوريزمات زي الديجسترا وخلافه. والبيلمن بورد. مش طبعا انا خالص. بالسؤال فيك ان هو لما يحسب السكة دي بيحسبها وبيحط لي النتائج في راوتنج ديه. فبالتامسلا لو انا عايزه اوصل من عندي هنا من الراوتر بتاع ايه ده لحد مسلا اه لحد سيرفرات اليوتيوب. تمام? فهو بيقول لك اه انت لازم الحاجة تطلع من الراوتر عندك تروح لراوتر كزا بتاع شركة الاتصالات. بعدين من راوتر كزا شركة الراوتر كزا مش عارف بتاع شركة ايه. بعدين من مش عارف شركة ايه. ايه الحاجة منوصل لياه سيرفرات كوكل. تمام? ده كده. في برضو حاجاتها اسمها الاكسسسينج تري او جراف نودز باي نيم. اننا مسلا بدلا لما ترافرس على التري او الجراف. لان الترافرس على التريز او الجراف بيبقى حاجة بيبقى مكلفة شوية. الترافرس على التريز بيبقى لوج ان الترافرس على الجراف على حسب الطريقة التي تعملها بيبقى يعني بيعتمد على عدد النودز. زي مسلا يعني بيبقى يعتبر حاجة اسمها ان. ان. احنا عارفين ان. تمام? بس بين الجراف ما فيهوش ان في اي وفي. فهو بيبقى اي بلاس في. وده يعني الى حد ما كتير. زي ان كده. فاحنا بنحاول نقللها من ان لحاجة اقل. ليه مثلا اوفون. فبيقول لك ممكن نعمل الطريقة دي باستخدام الهاتفرس. تمام? حاجة مسلا تانية زي الدكشناري اللي هو اللي هو مسلا بدل ما تدور انت في الدكشناري كلمة كلمة. انت لأ انت بتدي له كلمة على طول بيديك الايه? الديفنيشن بتاعها من غير ما يدور. كأنك معاك واحد صاحبك زكي بسم الله ما شاء الله يعني. بدل ما انت بنفسك تدور على الحاجة في الدكشناري وتقعد بقى تعمل على الدكشناري. لأ انت بتقول له كلمة كزا يرجع لك بالتعريف على طول. هو ليه هو حافظ. تمام? كده. وعاجة اسمها اللي هو زي مثلا زي المساعدات الصوتية زي سيري وزي الجوجل اسيستنت. لو انت بتكلمها زي بتفهم الكلام اللي انت بتقوله. كلام بشري ده بتفهمه منين? بتفهمه ان ايه عندها دكشناري لوكبس عندها دكشناري بتاعتي هي بتعرف ان اه الكلام اللي هو بيقوله ده معناها كذا كذا. اوكي? دي ابليكيشن ده هاتيبول هتلاقي كتير جدا في كل حاجة. تمام? ابسط مثال له هاتيبولز احنا ممكن ادخاله بغض نظر للحاجات دي دليل الهاتف. اللي هو اللي على التليفون اللي هو الكونتكت اللي على التليفون. اللي هو طب كل بساطة بتدخلي رقم بجيب لك اسم او بتخلي اسم بجيب لك رقمه. تمام? ممكن تعتبر يعني بغض نظر ان هو ممكن يحصل فيها سيرش فعلا بس اعتبرها محصلش فيها سيرش. اعتبرها هاتيبول اللي هو الكي بتاعك هو اسم الشخص الفاليو هي رقم التليفون. ده مثال بسيط جدا على هاتيبول. تمام? الهاتيبول احنا قلنا فيه شوية الترميناولوجي. ترميناولوجي يعني كلمات او بكابللي لو علاقة بل هاتيبول. احنا قلنا فيه هاشينج فونكشن. هاشينج فونكشن دي اللي انا بيدخلها الكي او اللي بتاخد الكي. تمام? وبتطلع لي فوزيشن. تمام? تمام. الهاتفاليو اللي هو بتاع الهاتفاليو بتاع فونكشن. قال لك الهاتفاليو او غالبا يعني الفوزيشن. هو قصده يعني يعني فيها فيها عكتين تنيس منهم ولودي فاكتور حناخدهم لما نوصل ها تمام تمام تع reven choose function الاول بتتكلم عن الهاش فم suit بتعمل ايه الزي ما ا체ين القولنا انا بعدي كيت تمام بدي لهاش او بدي لهاش بتعمل بتطلع لي منو انو يطلع لي منو position في الاري في حيث ان انا لو ما بعد الاريه في النهاية اللي لا كده اقدر مسلا اخد الي احطي الي اه هنا احط اليه تمام اديه الا فقداني ما كان احطي الأasure العظيم جدا تمام تمام فا ايه اللي بيحدد لي البيزيشن ده. اللي بيحدد لي البيزيشن ده الكي. الكي ولا شيء غير الكي. تمام? المفروض يعني ان يفيش اي تدخلات خارجية. ان المفروض على حسب الكي اطلع له مكان. تمام? ليه? لان احنا زي ما قلنا زي ما قلنا انا محتاج يكون عندي الحاجات يونيك. فانا ما ينفعش هدي اكتر من كي تحطه في نفس المكان. فبالتالي يضربه للدن. فدي مشكلة هنحلها. تمام? فبيقولك في شوية بروبرتيز كده للهاش فونكشن. ايه هي الهاش فونكشن? ان اول حاجة لازم تبقى ايه? ان الهاش فاليو زي ما قلنا في فولي ديترمينة بايزة داتة بيينك هاشت. ملاش علاقة باي مؤثرات خارجية. تمام? ملاش علاقة مثلا بحجم الهاشتابل مسلا فيه كم فاليو. ملاش علاقة مثلا بمزاجك النهاردة. ملاش علاقة باي حاجة. اللي علاقة بايه? بالفاليو لدخلا. تمام? بيقولك شوية بي ايزي فانت كده خليت ان اي انسيرشن او ديليشن او اين كان بيحصل في انسكوير فانت كده ضربت فكرة الهاش تقول بالنقر. امام? اه بيقول لك ان الهاش فونكشن يشود يونيفورملي ديستيبيوت زا داتا. يعني اي انا نوع مثلا معي اري في عشر اماكن. تمام? اه من زيرو واحد اثنين لحد تسعة. المفروض. المفروض مسلا لما ادخله فاليو معينة مسلا يحط هاي مسلا في واحد. مرة تاني يحطها لي مسلا في الخنة دي. مرة كده بنسميها جودة هاش فونكشن. انها مسلا على عكس كده الباد هاش فونكشن هتعمل ايه? هتعمل كلاستر. هتعمل كلاستر. هتعمل كلاستر. هتحط لنا مسلا اول داتا هنا. اللي وراه هنا. اللي وراه هنا. اللي وراه هنا. فالحظة هنا داتا كتمتوزعة. هنا داتا كلها مترمية في حتة واحدة. فده شيء مش كويس. وحنشوف ليه قدام. تمام? يقول لك مست ريترن افاليو within bounds of the table. يعني في المفترض ان عندي ارى من زيره لعشرة الهاش تيبل رجعته لتناشر. ده وديه فين ده حضرتك. يعني ارميه في زبادة خلاص ما عندناش مكان له. لا. فدي كده باد هاش فونكشن هذي الهاش فونكشن بترجع لنا حاجة within table bounds. تمام? بص الاخر واحدة ديني الاخر واحدة دي مهمة جدا جدا جدا. given the same key it should always return the same value. مهما حصل. لان ال value اللي انت تحت الديهان دي انا مش مجرد ان انا استعملها عشان احط ال value دي جوه الهاش تيبل. لا دي انا استعملها عشان اخدها برضو او اردتها من الهاش تيبل كمان. فانا لما اديك مثلا. لما اديك مثلا. فنفسها نحن مش نبيد اكشنري مثلا. لما اديك كلمة مثلا اه كلمة مثلا ايه افابوريت. مثلا افابوريت يعني اتبخر. افابوريت انت هتقولي التعريف بتاع انه هتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. لو جيت بكرة قلت لك افابوريت تقولي هتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. مستحيل مثلا كلمة افابوريت فجأة مثلا معناها يتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة. مستحيل. لازم اديك نفس الكي تديني نفس ال value. لاننا الحاجة دي زي ما قلنا احتاج عشان وعشان ال deletion وعشان ال search عشان كل حاجة. تمام? اخر حاجة انها بتprovide less collisions. تمام? يعني ايه collisions يعني انها جيت مثلا اعملت كده ادته key للهاش فونكشن سوف نطلع لي position. نفترض انها كان ثلاثة. تمام? بعدين عملتها على key مختلف. طلعت لي position ثلاثة برضه. طيب دلوقتي انا ايه اللحظة. دلوقتي انا عندي value. تمام? لما عملت لها هاشنج طلعت انها تحط في مكان ثلاثة. وvalue تانية مختلفة تماما لما عملت لها هاشنج طلعت انها تحط في position ثلاثة. ده كده ما نسميه كل جن ان فيه اتنين values هاي تحط في نفس المكان. فبيعملوا تصادم. كل جن. دي بتتحل ازاي؟ دي بتتحل. وليه اكتر من طريقة هنشوفنا ما نوصله. تمام? فبيقول لك او. دعم ادينا مثلا مثلا مثال. بيقول لك is this اجود هاش فونكشن. دي الهاش فونكشن بتاعتي. بديها الكي. تروح مارجع لي كام 17. هتلاحظ مسلا ان اولا اه دي. هل هي ديترمايند بازا داتا بينك هاشت? هل دي ليه علاقة بالداتا اصلا لدخلة? لا. فدي بتلغي اول واحدة. هل دي ايه ديت كومبيوت? اه جدا. ده بتريتين 17 اصلا. تمام? هل بتوزع الداتا على الحجم كله? لا. دي بتحط الداتا كلها في نفس المكان. فلا. هل بتريتين فالنفتر ان انت عندك تيبل حجم مية فا اه. هتقول لي اه. طه نفتر ان انت عندك تيبل حجم عشرة واي بتريتين 17. فلا. اه فعلا بتعمل كده ان اي كي اصلا بريتين بروفايد ديس كوليجنز? لا طبعا لانها كل تطور في 17. فهتعمل مع كل مع كل مع اده اول كوليجن. تمام? تمام اهو. هتحط كل حاجة في نفس المكان. طيب. فهنا بيسألك سؤال بيقول لك لو انا عندي يعني انا ايزا اعمل ايه لبني ادمين? استجيل المدني بتاعي. تمام? فانا هقسمع ايه حتتين? اول حتة اللي هو الكي. وده الفاليو بتاعتي. الكي هحط مسلا الاي دي بتاعك اللي هو رقم القومي. وهنا هحط النيم. تمام? انة انا بالرقم كل قومي هو مدري بأشيب اسمك. ف انا هاش فونكشن. الهاش فونكشن دي ايه اللي هتكون افضل هاش فونكشن? نعم انا اخد اول ثلاثة ديجيتس. يعني مسلا الهاي دي بتاعك هو. تمام ده هذا الهاي دي بتاعك. نعم ما ناخد اول ثلاثة ديجيتس ولا confort تتوقع ايه كده؟ اا اول ثلاثة ديجيتس هم بيكونوا رقم第二 ثانيلة 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 ثانية ثانيلة 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 ثانيلت وبهذا innocente سنيلة forming هادلة والثان realistic فسانيل الميلاد مثلا من سنيلةظة 20-22 ما أسلل ايو 22 فدول مثلا يعتبروا كام 55 قيمة مثلا او حاجة فلو انت عندك يعني 55 قيمة في 2 فانت عندك 110 قيم تحطهم هنا انما هنا دول 3 خانات فانت عندك كام يا ربي فانت عندك 9 فانت عندك هنا في المكان ده عندك 9 خانات وهنا 9 خانات وهنا 9 خانات وهنا 9 خانات فهي 9 بور 3 فده رقم اكبر 110 على حد علمي كده نحسبه بالكالكيليتور سريعا انه هو هيطلع لي كام 9 بور 3 هتطلع حوالي 9 يعني اهو لو جئنا 9 في 9 في 9 تطلع لي 729 729 ولا مية واحد طبعا دي هتطلع لي خانات اكتر تمام فبالتالي مش هتخط لي كل حاجة في نفس المكان مش هتعمل معي كوليجنز هتوزع لي الدياتا اكتر وما الى ذلك وما الى ذلك فاللسطة ثري ديجيتس هيبقي احسن بكتير من اول ثلاثة دي فكرة هاش فانكشن تمام بيقول لك is this a good هاش فانكشن نوع بيعمل ايه نوع بيجيب الكي يعمله مودلس العشر تمام يعني مسلا ايه ده مسلا دي بتشتغل ازاي رقمين بين الو عندي عج주는 طبعا هنا رقم 22 22 المودلس العشر موجوده 2 يعطلب لك عجل الموضلس العشرーム اكتر له 2 18 مدلس للعشر هيحطها لي ايه ايه انا بيطلعوا الواحد بيحطها هنا طيب لو قدتني مثلا الـ 27 سبعة وعشرين سبعة وعشرين مدلس للعشر يطلع له اثنين بيحطها ليه نفس المكالفة 22 فهي ده كليجن فهي الى حد ما كويسة طيب ماشي دي كويسة لو كان عندي الري بعشر خانات طيب لو كان عندي الري في ميت خانة دي هتكلاستر كل حاجة في اول عشر اماكن وتقعوا تعمل لي كليجنز برضه فدي مش افضل حاجة في الدنيا او قالك وميت ليد تو عري 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 حجمه خمسة فالبتاع دي هتجيب لي حاجات ستة وسبعة وتمانية وتستة عشر اللي برا حدود الري بتاعي تمام او هتجيب لي يعني زي ما قولك لو ان عندي عري حجمه مية لو عري كبير جدا كده هتكلاستر كل حاجة في اول كم عشر خانات ويلا ما تعملش البيع فدي مش جود هاشفونكت طب دي مسلا دي بيقول لك دي بيتر هاشفونكت أنها تأخذ لك الكي تأخذ له موديلس الـ table size. فلو أنا مثلا عندي الـ table size بعشرة، هتوزع لي الـ key على العشر خانات. طلو أنا عن الـ table size بمية هتوزعه لي على المية خانات. طلو أنا عن الـ table size بثلاثة هتوزعه لي على الثلاث خانات. فدي فعلا أنت تعتبر جود هاشفان شط. تمام؟ دي بتوزع الـ values over a evenly over table. أوكي؟ ويقول لك وتبقى أحسن لو الـ table size ده كان prime number. هنشوف حتة الـ prime number دي قدام شوية. أو زي هنا مثلا. دي طريقة إن أنا أهاش الـ strings. أنا أستعذي لكم معلومة. كويس نقول لكم في النص يعني. مش في الأول. إن الدكتور كتحطى في الـ slide show ده كتحطى فيه hidden slides. أنا لغيت الـ light بتاعهم. فأنا نشوف الـ slide show كله. لماذا؟ إن الـ slide show كله في حاجات مهمة. وعلى حد علمي تاليوان هي الدكتور زي ما تقول كده قالتهم بس لغيتهم من slides مش عائلة. لسهم هم مهمين وكويس نقول تعرفون ومش صعبين. تمام؟ فلو شفتوا حاجات ملغية أصلا في الـ slide show ما تخافوش. خدوها extra origin. دي إيدي. دي طريقة إن أنا بهاش الـ strings. بهاش الـ strings إزاينا. مثلا عندي string زي EAD. أعمل إياد. أعمل إياد. بجيب إياد. إياد دي قيمة في الأسكي. ليها مثلا قيمة في الأسكي. ولتكن مثلا. الـ a small. يعني الـ a small. قيمتها 79. أنا عندي a, b, c, d, e. بعدها بخمسة. اللي هو دي مسعة 102. فالـ e دي 102. يضربها لي في كم؟ يضربها لي في 73. باور. الخانة بتاعتها. فدي خانة 0. 1, 2, 3. فهنا يضربها لي في 73. باور 0. زائد الـ y. اللي أنا مش عارف قيمتها كام. ليها y. سيضربها لي في. 73. باور 1. زائد a. في. آسفل. 37. باور 2. بعدين d. زائد d. اللي هي مضروباتا في. 37. باور 3. اه. دي في حالة لانا لو الكيز عندي سترينجز. دي في حالة لو الكيز عندي أرقام. يعني ممكن نعملها بكل بساطة. مودلس. هنا. بنعمل ايه؟ بنجيب الكي. بنقطعه وبنضربه في رقم الماء. ليه؟ بنستعمل 73. 73 ده يعني. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. بتاعك تشوف نوع كويس لنوع برايم. فالبرايم ده بيجيب لك يونيك فاليوز معظم الوقت. وبيجيب لك على عدد من الكوليجنز. فبنستعمل 73. فمثلا في لغة زي الجوبة مثلا عندها الكنستانت ده. بدل تلاتة وسبعين بيستعمله واحد وثلاثين. برضو نفس الفكرة برايم وبيجيب ايه؟ حاجات يونيك وكده. فاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� طيب و بعدين هل طب ما ده ممكن يجيب له رقم كبير جداً بعدين بنعمله ايه بعدين بنعمله مودلس التيبل سايز عشان بسلا لو انا عندي تيبل سايز بقف عشرة احطه في ايه خانة من العاشرة عمية احطه في خانة من المية واكس وما اطلعش برح دود الاري دي طريقة انا اهاش تمام اوكي فدي شوفنا طرق بعد طرق الهاشنج في عندنا طرق تانية للهاشنج فدينا حاجة اسمها المودلر هاشنج المودلر هاشنج ده اللي حفا كنا بنعمله اهنا بنعمله ايه انا بنختار الاري سايز وبنختار نوع يفضل نوع ببرايم لان زي ما قلنا لما نستمع حاجات برايم بيدينا كليجنز اقل وطلعنا فاليز يونيك اكتر تمام وبعدين بنعمل ايه بنتدله الكي بنعمل الكي بنعمل الكي بنجيب الريماندر لما ندفايد ايه كي باي تي اللي هو عبارة عن كي مودلس التي من الاخر تمام فدي بتوزع لي الخنات بشكل كويس ما بين زيرو بتي ماينس ون لو عالقري كل ما ده بنسميه الايه المودلر هاشنج في طريقة تانية اسمها الفولدنج مثل الفولدنج مثل ان انا بقسم الحاجة بتاعتي لاجزاء صغيرة وبجمع القيم بتاعته تمام يعني مسلا لو كان عندي رقم تليفون مثلا رقم تليفون في امريكا تبيع عاملة زيل المنظر ده كده فبيقسمة هو اسمه ايه اتنات اتنات تمام خد اول اتنين سوا بعدين خد اتنين سوا بعدين خد اتنين سوا بعدين خد اتنين اللي بعدهم سوا هو كده يجمعهم او استعمال دولك رقم ودولك رقم ودولك رقم بعد انجمعهم طلعوا لنتج ميتين وعشرة فبعدين برده يعمل ميتين وعشرة ده بنسميه ايه الفولدنج مثل تمام دي سلايد تتكلم عن حاجة اسمها البرفكت والمينمال البرفكت هي مشترحة اي حاجة اكتر من كده هي ترى بان ديك هتسيدن اصلا يعني كويس ان انا اعرف البرفكت ده يعبرا عن ايه البرفكت هاشين ان هو يهاش كل الكيز اللي عنده تمام؟ within the bounds of the array with minimal collisions تمام؟ ان هو عنده مجموعة كيز عنده 6 كيز وعنده الرية حجمها مثلا ايه اه دي هجمه كم؟ دي هجمه 6 دي هجمه 9 تمام؟ هجمه 9 فهو هي يماب الستة دول اللي خناس في التسعة اماكن دول ده بنسميه perfect نوم يعملش طب المينمال البرفكت المينمال البرفكت ان هو يقدر يمابهم في الري بالنفس حجمهم ستة نزلولي ستة انما هنا ستة نزلولي تسعة فديه perfect بس دي minimal perfect يعني perfect وفقلم ساحة ممكن تمام؟ نكام طيب ايه المشاكل اللي بتحصلي وانا بعمل ايه هاشينج فونكشن او انا بختار هاشينج فونكشن فيه عدة مشاكل اول حاجة ان انا مقدرش مستحيلة للاقي perfect هاشينج فونكشن البرفكت هاشينج فونكشن دي كونست مهاش حقيق وحتلاقي collisions نزي ما قلنا انك بتحط اكتر من فاليو كلهم بتعملهم مابنج في نفس المكان وده مثير ويحصل ده مش اختراعين لا ده مثير ويحصل زي ما قلنا مثلا لو انت عندك الري حجمها عشرة ويتماب ارقام هيتماب الارقام ازاي انك بتجيب الكي تمام موديلس العشرة اه العشرة سوري تمام موديلس العشرة فمثلا اه اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين كل دول هيتعملهم مابنج لنفس الخانة اللي هي اتنين كل دول هيتحطوه في نفس الخانة المجموع دي كلها فديه collisions تمام فانت هتقابل كده كده الفكرة انك ايه وجده ييلد كوليجنس انك تحاول وانا عملت value فاختطها هنا. تمام藍. بعدين عملت value طلعت للمكان اثنين. حطيت هنا. عملت value üzerine وانت المكان الثلاثة وحطيت هنا. عملت value اعنيye في ال hash function طلعت لي zero. اروح عمل ايه? اروح عمل زيرو دي بدلا ما هي خانة? لأ هي link list. اروح. يع имеبي فيها الخانة التانية. تمام؟ طب جات لي خانة تانية مثلا طلعت له الحشي بتاعتها أو الهاشي بتاعتها بواحد احطها هنا. جات لي واحدة تانية بواحد احطها وراها. اعملا لينك وراها. طب واحدة تانية لينك وراها. تمام؟ فده ما بقاش مجرد ان هو ده بق اسمه باكت. باكت ده يعني اللينك دلست اللي في الخانة دي. تمام? دي ممكن اجابها لكم بمثال حلو جدا. اللي هو انت لو عاست مثلا تعمل لسيتة بأسام الناس. أسام الناس هتعمل إيه؟ هتعمل لنكد لسيت. حاجمها 26 لخانة. ليه 26؟ هنقول لك دلوقتي. 1 2 0 1 2 1 25. دي هتشيل إيه؟ دي هتشيل الحروف. هنا هتشيل حروف. هنا حرف إيه. هنا حرف البي. هنا حرف السي. لحد حرف الزيت. طب مثلا جاء لك واحد اسمه أحمد. هتحط أحمد هنا. او ده هنا ايه احمد طب جالك واحد اسمه علي هتعمل لينك كده لعلي طب جالك واحد اسمه مسلا عبدالعزيز او تقول له عبدالعزيز تمام طب جالك واحد اسمه مسلا ابرام تحط ابرام هنا اي حاجة بحرف الا اديها تشين وراها هحطتها تشين وراها تمام ماشي كده ابيت الاسنائي بقى مسلا حرف الاس عشان فيه ناس كتير بحرف الاس جالك مسلا واحد اسمه سالم جالك مسلا بنوت اسمها سلمة سماء تمام سماء سماء باتنين ايه عشان ما تزعلش منها تمام اوكي فانت كده هتعمل ايه هتعمل تشين عشان كده بنسميه سيبرت تشينينج تمام او سوري بنسميه تشينينج اني يقول لك او اتش سلوت كل خانة فيها لاناظر data structure اللي هو مسلا linked list تمام بتخزن فيها بقى اللي بيطورك بنفس الهاش تمام كمان احنا ممكن من دماغنا كده نوصل الادفانشتات الحاجة دي انها بتسمح لي بعدد لا نهائي من الكوليجنز ان انا ممكن امشي في الليستة الى ما شاء الله تمام امشي ولا حد هاولنا اطراح فيه سهل عدد لا نهائي من الكوليجنز طب ايه عيوبها هيوبها ان انا زي ما كنا شفتوا التري كده ايه كده ايه كده للمنظر ده قولنا دي بدأت تتحول ال linked list وده حاجة احنا مش عايزنا فا ايه اللي بيحصل لنا نفس الفكر ان ده بدأ يتحول ال linked list فده هيقصر على ال performance بدل ما كان اوف ون لأ انا اوف ون دي بس ان انا اوصل ال bucket اللي انا عايزه الباكت ده اللي هو مجموعة ال linked list اللي عايزها وبعدها بحصيرش جوه ال linked list في ايه في اوف وف ان فده بيبطق الهاش تيبل بشكل كبير يعني اه قال انا بتسمح لك بانليميتد نامبر ومبتحتاجش تب بعارف عندك كام element هتخزنهم في ال collection تحتاج مثلا تب بعرف انت عندك كام element يمثلا انا انا ممكن اتبعارف ان انا عندي ميت element مش بالضرورة ان كلهم هيتخزنهم في مكان واحد فاسل انا اه هعملهم قريب بميت element بس مثلا قريب ده هابه في الاخر في حاجات مش متخزنة في الهاش فاليوب بتاعدي تتاعيه امام فالشينيج بيقول لك انا مش محتاج اعرف انا محتاج كم خانة. لا انا اي عاجة تجيني هعملها نوت جيدة وكنكت على طول. تمام? انما انت لو كنت شغال مثلا بحاجة ما هيش تشيني. هتحطيك تعرف انت معك كم واحدة بالزبط. كم خانة بالزبط. عشان لو زودت عليهم انت كده مش هتعرف ايه زبط. تمام? وبيقول لك البرفورمانس الانسيرتيشن بس. تمام? بيقول لك نوت هايلي دي جريدد وث مور كوليجنز. تمام? ان انا كلما انسرت ده ما بيتأثرش بكوليجنز. لكن الفكر ان انا هحاول ايه? اسرش اللينكد لست سيكوانشالي عشان اجيب الكيل اللي انا محتاجه. تمام? وطبعا بتستهلك مور ميموري. عشان اللينكد لست. انا كلش ايه بزود بزود بزود. ما عنديش حد زيادة. فبالتالي كل ده باعد استهلك ايه? ميموري. تمام? تمام? في عن طريق انا اسمها ال اوبن ادرسينج. ال اوبن ادرسينج دي ليها اكتر من طريقة. عندنا حاجة اه كنا مسامل بروبينج. تمام? انا عندي لينير. بروبينج. كوادراتيك بروبينج. دابل بروبينج. تمام? اه فكرة بكل بساطة ان انا مسلا احط حاجة في مكان ما. تمام? احط مسلا حاجة. فالحاجة دي وصلت انها هنا. لقيت لده في حاجة اصلا حصل كوليجن. اروح اعمل ايه? اروح مهضطها في مكان تاني. طب مكان تاني. الفكرة بس تختلف انا ازاي باحسب المكان التاني ده. في لينير بروبينج انا بكل بساطة بقوله المكان التاني ده هو المكان القديم زائد واحد. فحاجة مثلا احطها هنا. على ان المكان ده في كوليجن فقولبه المكان قديم زائد واحد. ده بقى القديم زائد واحد وكذا. زائد واحد. زائد واحد وكذا. طوال ال vie ż ted is equal. habíanقولة الكوادراتيك بروبينج. عبارة عن idéeا. الكوادراتيك بروبينج. بتجرب تحطها في اول مكان. latit ان في كوليجن. بتعمل ايه? بتقول له اه اه دي اول محاولة فعمللي واحد. يعني له 1 تربيه سأجد انها متشغلة فتكلم لن تفصل فيه اتنين تنفيه هكذا بهذا المحاول مرأي الان فتعمل لي أتنين تربية اجد ان ان reciه مختلفة ثلاثة تربية ما كانت هي تتعلم كبير هผม scent الشاذجة بالدerel法 الشعر الولد بداياتها بتعم Business المعلومات أنه تعطي اول مرة نصعد ايها تابع قناعنا لنقص على هيجي حفظ الشرقات يعني لاحظ هوا تزيد وقته لهذه الأولى استبعاء هنا وهو ها شرق Jessie الري هاشنج. ان انا بعمل ايه? ان ازود واحد. بكل بساطة يعني ان بيقول لك ان النيو هاش بيساوي الهاش القديم زائد اي. الاي ده غلام بيبقى واحد ممكن تختاره رقم مختلف انت حر يعني. امام? بيقول لك هو ان اون كوليجن. شوف لي النيبر اللي هو اللي بعدك على طول. فبيقول لك فديه طبعا اه طب انا ممكن اعود ازود واحد زود واحد زود واحد لحد ما اطلع برا حدود الري. فبنعمل ايه? بنعمل لها راب راونgrupp mientras تطلع هست مر حدود تثيرك برا حدود الري. لان مثلاً لو بيقول لك رأي حجمه 10 فانا هو عمل الرقم تم البعض في الاح dass اي رقم موبلس عشر باك عسر الانتوار ستقذلك ما بين الازالس والتسعة. يعني مثلاً اlass اللي هي موضيلاس الازال zero واتلس 10 بшьدتين. اثنين مودلس 10 بسعملين. طب بلغان�� مودلس 10 بولغ 30 من الميدلس chasing 8 اش keses شخص مودلس 10MAKEY putsديم 5 موضلس كده. فـ R hash index اللي هو ال I ده. ال I ده بيقول لك أنا يعني ده عملية الهاشنج الكام اللي أنا بحاول لعملها. يعني لو تعزيني أول مرة زود واحد. انه مرة زود اثنين. تلات مرة زود ثلاثة. فديه ال I دي. اللي هو أول مرة زود واحد. انه مرة زود اثنين. تلات اربعة واجهة كل مرة يجار. تمام؟ فطبعا ده extreme like week سريع جدا. ما بتحسبش مجرد بتزود واحد او اثنين ولا هاي. تمام؟ فده مثال عليه. انه بيقول لك عنده عرية إنه يوجد ستة خاند. فعمل لك مدرس سبع خاند. فعمل لك مدرس السبعة. يحط مثلا ستة وسبعين. هتحطله في المكان ده. فديه عمل اول مكان اثنين. ف saturation في وقت اثنين. فاتطلع رب واحد اول مكان على طول. أربعين مدرس سبعة خمسة لا المكان على طول. احط سبعة وربعين. ثابت savior يضغط له خمسة. فقام هذه الخامدة يحطها هنا. لا تتعلق ليس مكان ه Rinca.. كما؟ يدعونه ب lumbril سقط PH إليه لمدرس 700 ينجد رقدوب 6 خانبة 6 لأنها مالة 0.8 له ريك suspense ام ان يزيد واحد يظهرep كان هناك هناك ثانية مرة فwartتها كل شئ فاضح تطفق ثانية مرة يلاقي في حاجة برضو. يروح تضفل بعدها. يلاقي بعدها تلت مرة. فكذا عمل تلتة بروب برضو. تمام؟ ندي بكل بساطة فكرة الان. تمام? الانيين يتحصل مع مشكلتين. اول مشكلة اللي هي الكلسكرا. هتلاحظ مثلا ان ايه؟ ان انا دخلت هنا صح? دخلت هنا. جيت عايز تدخل حاجة تانيه هنا. فلازم ملقت لايش ما كانت اضفل بعدها. طب جيت ادخل حاجة هنا ردت ملقت لايش ما كانت اضفل بعدها و اضفل حتى يتواجه من السياح اللي بعدها. في الان بحقا الحاجات ستتكتل في نفس المكان. هل هو نرسمها على الريف هذا دي. نمسا. اجي ادخل value. اندخلت في المكان ده. اجي ادخل value و لقيت ان اعملت ان احساس اتضطها هنا. فاروح اططتها في المكان اللي بعد. ادخل value اعي اتضطها في المكان اللي بعد. والي هو في حاجة اخطتها في المكان اللي بعد. وبعدين اللي بعد. فالشيء اتتكتل في مكان واحد. هتعمل لي cluster فهو بص كده keys tend to cluster لان بعض الاجزاء من ال table او الريه بتاعك هتتملي while others remain empty وطبعا ايه الفكرة؟ الفكرة ان انا بدور بنفس طريقة ال insert انا بقى insert ازاي ان انا بقى هاش وبحط مليشش ما كان ازود واحد مليش ما كان ازود واحد طب انا عايز ادور على حاجة ههاش وابص هي دي لا طب مش هي دي اروح مزود واحد طب مش هي دي اروح مزود واحد طب مش هي دي اروح مزود واحد فكلا فكلما ال cluster كبرت كلما استرش طول كلما اتحولت بدل ما كنت باجيب او 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 ان بقيت او او ان بلف على عدد ايتم تمام؟ فكلما ال cluster كبرت كلما استرش بها ابطأ تمام؟ تمام طيب لاحظت ان الحاجات بت cluster ورا بعض تمام؟ فطب فردا فردا انا مساحت ده انا مساحت ده حاجة ادور على ال item تمام؟ حاجة ادور على ال item ده حيسيب له ال hash value بتاعته هيقول لي انها هنا طب ما ليه هاش هنا طب ما اللي بعدها اصلا فاضي فا مش هيكمل مش هيوصل هنا لان هو هيكمل ليه طب بيكمل دي طب ما يصيرش على الريه كله بالمرة ليه يكمل في خانة فاضية هو بيكمل في cluster يعني مثلا لو انا يصيرش على دي و دي موجودة حبدأ هنا دي موجودة اه دي مش دي ولا دي ولا دي ولا دي لكن اه دي اول ما ليتها خلاص مش هكمل تمام؟ انا ليه دورت في كل دول ان دول بديت من ال hash value بتاعتها ومشيت في cluster كلها طب لو فرض ان الخانة دي محزوف اصلا مش موجودة دي كده مش موجودة همشي هنا مش حلقية همشي اللي بعدها مش حلقية اللي بعدها خانة فاضية فا مش هكمل لان انا ليه اكمل كده cluster بالنسبة لي خلاصة فدي مشكلة من عيوب ال linear probing ان انا ما اقدرش امسحها لان انا لو مسحت السيرش هتفشل فانا بالتالي مامسحش بعمل ايه لو انا مثلا عايز امسح بقول له مثلا شايف يا cd اللي هشتيبل داعتها دي خانة الخانة دي اللي انت عايز ايه الخانة دي بعلمها بعلامة انها مش فاضية يعني عندي خانات فاضية او خانات تمام يعني دي خانة متاخدة اهي دي خانة فاضية دي خانة فيها value دي خانة ايه عشان لما عشان ما يبدأ يدور فيدور هنا مش موجود هنا مش موجودة هنا هي مش فاضية بس ديليتت فيكمل في البعدها ما يقفش تمام ولو ان ما فيهاش بالي تمام تمام طبعا يعني في انواع تانية من الهاشنغ غير اللينيار بروبنغ وما الى ذلك بتتصرف بالحتة دي تمام؟ دي كده مشاكل ايه اللينيار بروبنغ نرجع للكلسترنج اقول لك الحاجات هتكلاستر كتير عشان كده احنا بنحاول لخفر عشان احنا عملنا كلاستر كتير الحاجات تحط ورا بعض ورا بعض فكده انا ما بعملش هاشنغ انا بحط حاجات في الريني فكده حوصل لايه حوصل له حوصل له في اني تايم تو انسير تو سيرش كده انا عملش اي حاجة تمام؟ فيه كوادراتيك بروبنغ نفس فكرة لينيار بروبنغ بس بدل ما بزود رقم لا بزود الرقم ده سكوير تمام؟ اهو السكندر هاشنغ فونكشن بتعتمد على ايه؟ الرياش انديكس انه بزود الرقم سكوير فمسنا اول مرة هزود واحد بعدين هزود اتنين بعدين هزود اه سوري اتنين هتبه اربعة فنحن ازود ثلاثة تربية الليها تسعة نزود اربعة تربية الليها ستاشر والأخي تمام؟ تمام هناك شيء اخر نتيجى بقية الهاشنغ الدبل هاشنغ زي ما قلنا تستعمل اثنين هاش فونكشن اول واحدة هي هاش فونكشن عادية يعني بتهاش وبتزود عليها حاجة معانة الحاجة معانة دي عباره عن هذا الشيء تمام؟ الحاجة معانة دي عباره عن الهاش الفونكشن التانية تمام؟ الهاش تو دي اللي تعمله ستيب صيز فالهاشه طبعا دي يعني بتبقى فاليه ومضروبة في حاجة فبتعمل مختلف كل مرة تمام؟ طب لو عملت وعملنا هاش جديد ولانا فيه كوليجن بنرجع برضه بنعمل هاش جديدة ونجرب تاني وعكذا هاش جديدة ونجرب تاني هاش جديدة ونجرب تاني تمام؟ وبما ان هي بتعتمد على الكي فكل مرة مع كل كوليجن او مع كل حاجة انا بعمل مختلف فبالتالي مبيحصلش كلاستر هنا مسلا هاش انا معاي ا ا او هحط مثلا حاجة تانية طلعت لي له نفس المكان ده فههحسب لها ح impresي этом ستطلع لها مثلا تحط هنا حسطها حشبت واحدة تانية هتلاقي مرة تحطت هنا مرة تحطت هنا الو مرة تلتاقضت هنا المرة تلك ترتيت هنا ولكن هناك رول لقاعدة double haging أن ال second hash لا ينفع لتريرن zero لماذا؟ لأن الهاش الجديد عبارة عن الهاش القديم زائد value فلو الهاش الجديد عبارة عن zero فأنا كأنني بجيب الهاش الجديد بيساوي الهاش القديم اللي هو يطلع collision أروح حسب عليه قيمة تطلع على zero اللي هو نفس القيمة حسب عليه قيمة تطلع على zero نفس القيمة فما ينفع لتريرن zero هتعمل لي infinite loop تمام؟ وبرضو زي linear probing محتاجين أن حجم table يبقى prime عشان نخفى تمام؟ تمام ده summary صغير خفيف كده ما بين advantages والdisadvantages بتاعت the chaining احنا قلنا advantage تاعت the chaining انه بـ unlimited number of elements و unlimited numbers of collisions اقدر collision من هنا لبكرة وحط اي collision احط element جديد على طول بس طبعا ده هيعملي overhead overhead ايه مساحة overhead في size الميموري تمام؟ و overhead تاني في time ان انا بسارش في ايه؟ في linked list ايه فكرة open addressing open addressing الworld probing يعني بتحسل الحاجات بسرعة تمام؟ و fast access لان يعني المفروض ان انا لو عملتها كويس محصلش عن دي clusters وقدر عليها حاجات بسرعة تمام؟ بس الفكرة ان انا لازم اعرف الماكسمم number of elements لازم اعرف الماكسمم number of elements تمام؟ والفكرة برضه انها تنكريس probability of collisions لاحظ ان هنا تقول لك unlimited collisions دي كميزة هنا تقول لك العيب انها تزود الcollisions ان انا كده كده بعد ازود في الريق فبالتالي سيحصل collisions اكتر مع الوقت تمام؟ سيحصل collisions اكتر كلما كلما التابل بتاعي يتميلي هل في حاجة بتعرفني التابل بتاعي ده مليان قد ايه؟ اوه في حاجة حاجة اسمها load factor لوت فكتور دي بنوصفها بشكل لمدة كده اللمدة دي بتساوي ايه؟ بتساوي اعرف انت total size على الايه؟ على size size ده هو الحاجات الموجودة فيه يعني مثلا لو انا عندي الر حجمه عشرة حجمه اي ان كان يعني مليان منه مثلا ايه؟ اربع خنات تمام؟ اربع خنات فاللمدة بتاعتي هتبقى اربعة اللي هو size المليان على عشرة لوت total size هتبقى 0.4 وده اعتبر load factor كويس بقى لوي تمام؟ نعم سيب اكمل هاش تيبولين STL هنريد ان نكمل ايه؟ اللي نوصل ايه للي بعد كده تمام؟ نرجع للكلام ده بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك الهاش تيبول هات او اوف وان برفورمانس باست كيس و احنا شفنا ليه؟ لانه بكل بطاقناها بدخل حاجة في الهاش طلع لي مكانها فين؟ تمام؟ ولا بصيرش ولا بعمل اي حاجة فده بيقولك دي ال بس كيسó. فأنا بحاول ان الشخصكه أفافرش كيس.. انا بحvine بالأمرية في البس كيس. انا بمنذibil esos اليوم يقوم بعمل في الأمرية. فأنا بحاول التجليئي أن الـأمرية تصل لنا الجهة بأمة أ bell kei. جمع قليلا يكون هذا! بعد مثلا بصنا 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 بصنا. لست لهي عيني and a best كيس! الا AMB at least. ولا بص بصنا 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 ح llevastorm بصنا بأمر respe tack-back. غاز انا الآن سأوجه بصنا 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 really الهاشفونكشن بديه الهاشفونكشن already implemented. احنا مش هزا نعرف هي implemented ازاي. نستعمل شبنا نعرفها بقديمة. تمام؟ فبقول لك يعني ان انا مادة collisions قوي يعني ده not generally achievable. فالأفرج expected performance من الهاشتابل بيبع حاجة ما بين الوف ون وإيه ولوج ان. والورست كيس طبعا ان. لو انا معي كلاستر كبيرة او معي مثلا شيء طويلة يبع ان. لكن الأفرج بداية بيبع حاجة ما بين الوف ون واللوج ان. كده ايه. تمام؟ طبعا ان الاشياء اللي بتغير في performance النحوه الهاشفونكشن. صحيطلك اللي اوهاشفونكشن بت оружيqي. اللي يقيع بنحلي كتير ما بين الوف وهيق Uz yaز ايضا باحل ال Lane. ايه فكمت Collision registrains لانا عندي عرية مثلا. فبدل ما ادخل الحاجة من اول مرة لانا اختاري لو كان احسنها مئة تاني ، ثم أخيل التش확ن من ال operations اتحلم من ال احسن لها تاني فانا بدل ما ادخلتها في عملية واحدة بدخلتها في اكثر من عملية نحن مع نحن. ده شيء مش كويس ده بيأخذ مني وقت. تمام؟ فده ممكن يوصلني ان انا اوصل ليه الوفين. فسام هاش فانكشنس بيقولك are slower than the others. يعني ممكن اعمل هاش فانكشن حلوة وكل حاجة بس بطيقة. بطيقة في الوقت. يعني هي تبقى اوف ون. بس اوف ون جنبها كونستانت كبير جدا. فاكرين في محاضرة الرنينج تايم. لما كنا نكلم عن الرنينج تايم التايم في فيديو اسمه algorithm running time. احنا قلنا ان احنا منتجاهل الكونستانت. منتجاهل الكونستانت دي في حالة ان انا عندي اثنين رنينج تايم مختلفين. يعني لو انا عندي مثلا الاجوريزم مثلا زي simple search اللي هو o of n. والاجوريزم ثاني o of login اللي هو binary search. فانا دايما دايما هقول ان ال o of login اصغر من ال o of n. حتى لو مثلا لو ال o of login مضروبه في مية. وال o of n مضروبه في واحد. ده كونستانت وده كونستانت. وده كونستانت كبير جدا. بس دي نفسه صغره جدا. تمام. وهنا قلنا احنا في منظم الوقت بنشتغل على large n. فال large n دي. هتخلي كونستانت داته حاجة بقيلة جدا. مش هتفرق معي. تمام. هتبقى ان مية في لوج حاجة كبيرة اصغر بكتير من حاجة كبيرة نفسها. تمام. تمام. دي الحل اللي يمتجاهل فيها الكونستانت. بس الفكرة ان احنا ما نتجاهلش الكونستانت لو كانوا الاتنين زي بعض. يعني هم معي اتنين الاجوريزمز. واحدة بترنف of n والتانية بترنف of n. هم نظريا بيرنوا في نفس الوقت. عمليا كل واحدة قبلها كونستانت. مثلا دي هتلاقي كونستانت قبلها سبعة وده قبلها تلاتة. فده تبقى سرع بكتير. تلاتة اصغر من سبعة. تمام. ممكن مثلا اديكم مسال عملي بيحصل فعلا في الاجوريزمز. عندنا حاجتين. حاجة اسمها كويك سورت. تمام كويك سورت. وحاجة اسمها مرش سورت. الكويك سورت والمرش سورت هم الاتنين بيرنوا في n. تمام. ويعني اللي يعرف فيكم الاجوريزمات السورت. السورتنج معظمه بيرن في n سكوير. تمام. n سكوير نالي بمشي على الرية بسورت ومال لذلك. فده بيرن في n سكوير. فدول اتنين الاجوريزمات سورت بيشتغلوا على اي قرية عادي. وبنشتغلوا في n log n. تمام. تمام. طب ليش معنى واحدة فيهم اسمها كويك. والتانية اسمها مرش. ليه دي مثلا ما سميناش pivot sort. لنها بتعتمد على pivot فعلا. اللي دارس الالجوريزم ده يعرفوه يعني. تعتمد على pivot ومال لذلك. ودي مثلا سمينها مرش سورت. نسمينها كويك سورت لان دي n log n اه بس قبلها كونستانت صغير جدا. اصغر من دي بكتير. تمام. حتى كمان يعني معنومة جانبية كده كل الكلام اللي بقوله ده جانبي واحدة. تمام. المرش سورت دايما دايما بترنب في n log n. على عكس الكويك سورت. الكويك سورت عندها average case n log n. وعندها worst case n square. طب ليه برضو سمينها كويك سورت ما عندها worst case n square. هي سمينها كويك سورت لانها معظم الوقت بترنب في average case اللي هي n log n. وزي ما قلنا الكونستانت اللي جانبها اصغر بكتير من المرش سورت. تمام. فدي الفكرة. فبقول لك احنا ممكن نعمل هاشنج فونشن تبقى كويسة وبترنب لي في o of one. بس جانبها كونستانت مثلا كبير قوي. تمام. فهي o of one a بس بطيعة برضو. مع كده يعانيش اي حاجة. تمام. فده بقول لك هو حيب o of one a بس يخليه ابطأ من اي من اي data structures ثانية هي نفوض انها ابطأ منه عمليا يعني. نرجع سريعا كده لل STLs. ال STLs مش عايز اتكلم فيها كتير لان احنا اتكلمنا فيها لما كنا نشرع ال STLs داعت التريز تمام. في التريز اتكلمنا عن الماب والست. هنا هنتكلم عن ال un ordered map وال un ordered set. هناك الدata في الماب والست. هناك الدata في الماب والست. يعني كانت ordered ordered. يعني هي بتدخل بترتيب معين. لهو الترتيب الابجادي ترتيب الارقام الى خيالة خيالة. تمام. وكانت برضو ما بتسمحش بدouplicated keys. الماب كانت بتاخد Q value. ال SET كانت بتاخد Q بس. تمام. ايه الفرق ما بينهم وبين ال un ordered map. لما تفتكروا انه يعني المعمل ال un ordered set هناك. لما دخلنا له values. ال values دا طلعت بترتيب مختلف. ولا بالترتيب اللي دخلنا بيها. ولا بترتيب الترتيب الابجادي الطبيعي بتاعه. فده ايه اللي حصل. ده بكل بساطة حصل لها hashing. انه لما دخلت له value عمل لها hashing. ويخزن عنده. ادخل value يهاش ويخزن عنده. فهاية الفكرة. فدي لها un ordered map. بنستعملها زي الماب الطبيعي جدا. بنديها key of value. وهو ينعمل لك un ordered map of string. اسمها jobs. ان فلان شغل انتو كزا. فلان شغل انتو كزا. وطبعا لو جئت اعرضهم كلهم هيتعرضو لك بايه. بشكل او بترتيب مختلف عن اللي انت اي عملتهم يعني. تمام. اوكي. فطبعا انت ممكن تلوب عليها بالاثريتور زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. احنا شفنا الفيديو اللي فات الاثريتورز بال for loop. هنا هعمل لك اتريتور بال while loop. بيبدأ برضو عند begin. وقول لك حوال ان هو مش بيساوي end. بيعمل ايه بيستعمله. برضو بال arrow operator. ان هو لازم تدي ريفرنس ال pointer. بعدين تجيب منه first to second. اللي ان دا قلنا pair. pair of string in. تمام. واتاد ايه او تانكريمنت ال pointer. تمام. شفنا موظم الفونكشن زي. شفنا add. شفنا begin ده iterator pointer. واد ده يعني زي square brackets كده. bucket. bucket ده بيجيب لك الايه. element with key. كذا. بيجيب لك هو رقم مكام. بيجيب لك هنا ده. بيجيب لك عدد ال bucket. تمام. اللي في ال table بيجيب لك ال bucket size لما تجيب له bucket معين. يتقول لك مثلا عايز تجيب لك ال bucket ده. بيقول لك اه ال bucket ده في كام وحاجة. اه ال bucket ده كنا شفنا امتى شفناه لما كنا نتكلم عن الايوة هنا. نتكلم عن chain. ده شكل bucket. bucket ده linked list بالاخر يعني. فلما تجيب له مثلا ال bucket size. مثلا بتعزيه ويقول لك اثنين او واحد. مثلا نعطيب ان ده item واحد. تمام. يعني ان ده ما فيوش item ده هو item واحد. طب هنا ده فيه ثلاث item ده فيه اثنين واحد. فده فكرة ايه ال bucket size. تمام. تمام. نعذرها ثانا نكمل كده. اه عندنا ايه تاني غير ال bucket size. عندنا end. اند اتريتور الاخر. mtd بيشوف لو هو فاضي او لا. erase بيتمسح لي حاجة من ال unroded map او الماب عموما. اه فايند بت ايه بتفايند حاجة انا بديها لها. وبترجع لي البوزيشن بتاع اسوري بترجع لي اتريتور عليها. لو لقناها. اه بترجع لي اتريتور عليه. لو من الهاج بترجع لي اتريتور على ال end. تمام. تمام. اه insert بكل بساطة كنت بديها pair وهي هتروح عملها لي insert في الماب او لان ربدا دميات زي بعضه. تمام. اه اللود فاكتور بترجع لي اللود فاكتور بتاع ال table بتاعي. تمام؟ اللود فاكتور رأي فينها اللي هو اه size على total size. تمام؟ طبعا دينا حاجة اللي اسمها ordered set. ordered set نفس فكرة الماب ان انا بدي اخلها بايو زيابة تحطهم في اماكن وبترتبهم. الفكرة في ديبها انها list of items ما هياش key value pair. فلاحظة كتا بس اوصل لتابلت. تمام؟ دي بتعمل ايه؟ دي بكل بساطة. بتعمل كده. يعني احنا عارفين ان ال dictionary بيبقى عمل كده. تمام؟ بيبقى عنده key وعنده value. تمام؟ طب ال set بيبقى عملها كده. يعني دي اللي بنسميها الماب. دي اللي بنسميها set. تمام؟ تبقى اماكن برضو. تمام؟ اه بس لما مسلا اجي اتخل فيها عالية هي بتهاش علي وتحطيلي عالية هنا مسلا. تخطوش في الاول مش دي القرية. اجي اتخل فيها سلمة مسلا تحطيلي سلمة هنا. كده. بتعمل لها هاجم احطط في كام معين. تمام؟ هي الفرق بس عن الماب انها مش key value pair. ولها تقريبا نفس الفنكشن. تمام؟ تمام بس كده. دي كانت الايه 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 نكمل لكل نشرحه. تمام؟ تمام. هنا بيقول لك طريقة حل الCollisions. احنا طريقة حل الCollisions قلنا عملناها ازاي؟ قلنا عملناها بال Separate Chaining وال Probing. قلنا ال Probing بفيه مشكلة اللي هي ايه؟ اللي هي ال Deletion. يقول لك مين اللي يقدر يهندل ال Deletion of a Key؟ ال Separate Chain. تمام؟ لكن ال Open Addressing لول Probing ما بيتعاملش بشكل كويس مع الايه ال Deletion اكيه. فبنعمل حاجات تانية غير ال Open Addressing عموانيا. تمام؟ يقول لك ال Separate Chaining Collision Strategy بتتعامل برضه مع Duplicate Keys. لو انا عندي اكتر من Duplicate Keys ممكن بكل بساطة اعمل ايه؟ ممكن ان لو انا عايز انسرت Duplicate Key هانسرته عادي احطه في ال Link Desk. طب لو انا مش عايز انسرته بكل بساطة هسيرش في ال Chain اللي ظهر لي فيها ال Key ده. على عكس مثلا في ال Linear Probing هحتاج اسيرش ال Cluster كلها. وال Quadratic Probing هحتاج اسيرش ال Tiable كل. عشان اشوف لو فيه Duplicate Key او لا. لكن مثلا في ال Chaining انا يبقى عندي ال Tiable بالمنظر ده فمسلا لو ظهر لي مثلا Key مكانه هنا فانا احتاج اصيرش في ال List بتاعته بس. مش كل ده ولا Cluster ولا اي حاجة. وصلت؟ وصلت. نجيب ال Load Factor. قال لك اهم عامل في سرعة ال Tiable او سرعة الهاش تابل بتاعي. هو Load Factor. او اهم عامل في سرعة الهاش تابل بتاعتك. Load Factor. Load Factor ده زي ما قلنا هو ايه؟ هو حجم العناصر اللي هو Elements. Elements Size على Total Size. تعم? ده اللي بنسميه Load Factor اللي هو A Lambda. تعم? فهيقولك تحت Load Factor نص. يعني اللي هو Load Factor نص اوال. يعني لو نص ال Tiable بتاعك مليان من الاخر يعني. كل ال Collision Resolution Strategies بتشتغل كويس. يعني لو اشتغلت Probing او Chaining كلهم بشتغلوا كويس. تحت النص. تمام؟ طيب كل لما ابدأ اطلع عن النص بقى الحاجات ايه؟ يبدأ الفانا ما بينها هيبان. تمام؟ وبيقولك. يعني يفضل يفضل انه تعمل ايه؟ انه يبقى عندك Loading Factor نص وما يزيتش ابدا ابدا عن 0.7. طيب لو حصل بزير عن 0.7 هنعمل ايه؟ يعني لو انت عندك R عجم 10. تمام؟ R عجم 10. اكتشفت مثلا ان ايه؟ نص وطملة. طب تمام ايش؟ طب ما فيهاش مشكلة. طب اكتشفت ان هو قرى بيتملي كلهم فضلوش غير خانة واحدة مليانة. هتعمل ايه انت؟ ايه اللي هنعملو هنا؟ لما كنا شغالين Stack او Q او Victor كنا كل وصل بنعمل Expand لل R. هل نقدر نعمل Expand هنا؟ او نقدر نعمل Expand. وكل وصلنا هنعمل R جديد حجمه اكبر. سوري. وننقل في نفس ال data او مش ننقل في نفس ال data بقى. في ال R كل من نفس ال data لانها مجرد انها مرتبة. هنا هنهاش ال data كلها تاني ونحطها في الايه؟ لاش تبلي الجديد. فالعملية دي زي ما احنا قلنا كده زي ما احنا شوفنا يعني مكلفة. ان انا يعني معي مثلا مجموعة data. مطار انها عملها هاشن كلها مرة تانية. فدي عملية مكلفة. فاحنا بنحاول ما نعملش العملية دي. اه عملية هاشن دي زي ما هي هاشن. بنحاول ما نعملهاش لانها مكلفة وغطيئة جدا. تمام؟ فبيقول لك او It should be performed very ready. هنا السلايدي دي تقول لك ايه بكل وصل. تقول لك انا ما عندي ال load factor عالي جدا. ال load factor دي عبارة عن حكتين. عبارة عن elements على total. تمام؟ فانا عشان اصغر الرقم دي عمي ام اصغر ده. انا ما اقدرش عرمي ايتمز في الزبالة مني ودماغي كده. ندرش لي الو او كي انا صغر ال table فاخلي شوية ايتم كده عشوائي اقرميهم. يعني فانا فاكت في حاجات بتعمل كده. يعني الحاجات دي لليهزار مش للشغل. تمام؟ يعني فيه library اسمها thanus.js حاجة بتاع جواس كريبت. بتعمل ايه ايه? انت بترن منها functions كده. بتمسح لك نص ملفات البروجيكت باي random. اللي بتقولك انت معك كان فايل في البروجيكت ده خمسين. طب بقوا خمسة وعشرين. طب مسحت ايه؟ ما انا لا اعرف. كده انت عماتي كده انت صغرت حجم البروجيكت وبشكل او باخر باوسته. تمام? فانا عشان اعمل عشان اصغر ياما اقل عدل ايتمز وده ما ينفعش. ياما اكبر عدل الاري وده اللي انفى. فاحنا بنعمل ده ازاي? بنعمل ده ان احنا هنعمل تيبل جديد او الاري جديد ونريه هاش كل حاجة من الاول. كان يبني تيبل مرة تانية. تمام? فطبعا دي عمليا بطيئة ومكلفة فده نعملها ايه? فده بيقولك او انا الوقت معي ايه? الاري زادة. تمام? ده الهاشنك فونكشن بتاعته ان هو بياخد الايتم بيعمله مودة سيفن عشان نحطه. لان هو عني سبعة اميكة. تمام? فلما تيجي تحسب اللامضة بتاعته هتلاقي ان فيه اربعة ايتم على السبعة يطلعك زيرو بوينت سبعة وخمسين. تمام? هنصرت كمان حاجة هيبقى بالمنظر ده في خمسة ايتم تفتيجي تحسب اللود فاكتور. يطلعك زيرو بوينت سبن ون اهو عدنا السبعة. فنروح نعمل ايه? نعمل ريهاشنك. نعمل ريهاشنك ان اهو هنحط نفس السبعة حاجات دول بس نعملهم هاشنك مرة تانية. لاحظ ان الستة كانت في خانة زيرو ومحطتش في خانة زيرو تاني. لا اتحطت في خانة ستة. تمام? لاحظ ان دول كانوا كلاستر كانوا اربع خانات واربعات. لاحظ ان الاربع خانات مبقوش واربعات. اماكنهم اتغيرت. لان احنا مش كل واحدة بننقل الداتا اللي احنا بنريهاش. تمام? بعد ما عملنا ريهاش هتنفق الري تانية هنموه سبعتاشر. فبقت الهاشنك فنكشن اكس مودلس السبعتاشر. لا لا. واللاد فاكتور 0.29 تمام? تمام. سابقلك الريهاشنك تاكس تايفية ان انسرشن. هي ت requirement بتبقى او في ان لان انا عشان اهاش ان ايتمز محتاجه عمشي انه من روت. او في ان. مش مسلا مش ان سكوير ما سويلها او في ان. فعملية مكلفة? حالش نعملها كتير. طيب امته بنريهاش? بنريهاش لما انسر تفشل اللي هو خلق. انسرشن تفشل دي يعني مش كوليجن لأ دى انسرشن تفشل خالص. ما لقالهاش مكان ابدا. فده بتحصل. انت بتحصل لما تيبه ليبقى مليان. او لما اللوت فاكتور يوصل عندي تريش هولد معانا. اينا مسلا يوصل فوق النص او بوق زيرو فون سيفن سيتبقى ريهاش. تمام? فبعض التكنيكس اللي بنعملها يعني او يا سوري التكنيكس اللي بنعملها برضو بتطبق بعد ما نريهاش عالي جد. يعني انا هعمل ريهاش او هعمل ريهاش. فالنفطر ان او انا بريهاش حصل معي كوليجنز بطبق الالجوليزمز الكوليجن او او اللي احنا خدناها اللي هي التشينينج والبروبينج وما ايلا زي. انطبقها عادي جدا واحنا بريهاش. بريهاش طبيعي جدا من الاول بس. تمام? بس كده. اه دي بقى الكمبيتشن يعني لو فيه وقت هحاول عملها بس يعني ما اظنش ان فيه وقت. بس يعني دي كده ايه خلصنا اخر محاضرة. تمام? اه اتمنى ايه باذن الله اني هحاول نزل لكم مراجعة. وهحاول اهل معكم تحانات. وبس كده. شوفكم ايه? على خير.